مرحبا بكم حلقة جديدة من من هو المجرم اللي بش نتعرضوله جمعة هذي في ولده ليقتل فاسمعني مليح بش نعتيك المؤشرات وبناء عليها حطلي في التعليق شكون تتصور الشخصية متاعنا في ولده ليقتل جمعة هذي الشخصية اللي نحكيو عليها بش تهزنا لبريطانيا وبش ترجع بينا لأواخر الستينات شخصية موثيرة لحقيقة على خاطر بش تقعد رغم اللي الجرائم لولة متاحة بش تعمل في ظرف عام بش تختفي عن الأنظار قربة ثلاثين سنة أو أكثر شخصية بش تتعرف بحاشتين أولا أنه كان مجرم وسيم وثانيا أنه كان يعتمد على الإنجيل برش كل الشهود والضحايا متاعوا يقولوا أنه يهوى ترديد آيات من الإنجيل ولكن بعد ما يردد على الضحايا متاعوا آيات من الإنجيل يا رحمك الرحمة ضحاياه يخرجوا يسهروا وما يروحوش ضحاياه الولا كان ينحيلهم حويجهم الكل أول الجرائم اللي بش يرتكبها في أواخر الستينات ثم بعد ذلك بش يرجع لجرائمه سبعة وثلاثين سنة من بعد إذا كان صحة أنه هو الصحافة البريطانية بش تسميه سريعا مش مش نعطيك الاسم اللي بش يقولوله عليه ولكن بش يتلقوا عليه اسم اللي في بريطانيا يعطيوه للمجرم كيبدأوا ما يعرفوهش خطرو بش يقعد الأكثر من ثلاثين سنة مجهول الهوية لليوم ما نعرفوش العدد الرسمي متاع الضحايا متاعه شنوه الموبيل اللي خليه يقوم بجرائمه المعطيات الوحيدة المتوفرة تقول أنه كان يعتبر هالسيدات هذوما خارجين على الملة وبالتالي كان يحب يعاقبهم لأنهم فاسدات يعملوا في حاجات اللي ما قالش عليها الإنجيل فعلى شكون بش نحكي لكم الجمعة هذي في ولدة ليقتل هذي الاحتمالات بش نحكيه على بيتر شاتكليف وإلا بش نحكيه على بيتر توبين وإلا بش نحكيه على ستيف رايت نعود بيتر شاتكليف وإلا بيتر توبين وإلا ستيف رايت وربما حتى واحد منهم تو تفهمني كي تتفرج في الحلقة موعدنا في حلقة الجمعة هذي من ولدة ليقتل نسنى التعليق مش تقولي شكوني الشخصية حسب رأيك اللي نحكيه عليها الجمعة هذي إلى اللقاء